واحد واحد نهار قال لي قال لي علش خارجة أنا منك ما نخرش باش ما نخلعش الناس السلام واضح معكم فاطم الزارة غزاوي 60 جالي 29 سنة مغربية مستوى الدراسي خارجة من الخمس ببدائي بسبب مرض ديال طابب مرض جيني نادر اللي هو الجفاف الجل المصطبخ اللي هو منعلينا نشوفه أشعة الشمس لأن الأشعة الشمس كتسببين حروق الجلدية وكتسببينها في خلايا سرطانية هاتش علاش كيسمي هنا بأطفال قمر حيث خرجنا نخرجه غير بالليل بداني المرض وانا عندي عامين الجسم ديالي بدأوا فيه حميرات في الكرش ديالي في وجهه وذلك الساعة هين بدأت الحياة القصية ولكن ما مكتش نتقبل المرض ديالي حتدرت 16 عام من اللي كانت صغيرة حلش كنشوف والدية كي منعوني كنشوف كنشوف الترالي كي خرجوا كيمشوا للبحار أنا لا صراحة حاليا مكينش علاج إلا بغينا نخرجه خاصنا نديروا واحد لماسك اللي كي حمينا بالأشعة الشمس بالنسبة لهذا الماسك يحميني 100% عهد كنخرج إلى تقريد مشي للطبيب إلا للطرورة يعني أنا ما كنخرج عادة خاصني نخرج غير بالليل لاباراي هاتي كنحبر بي هالأشياء هي ليغون ضروري من ليغون كل ساعة وخنكون في الطارب كنستعمل ليغون هاد الليغون تقدر ضد أشياء الشمس موسيقى موسيقى تعرضت بزاف الانتقادات توقتو أنا صغيرة كين بعد الأمهات كيخبيوا عيني ولادهم بش ميشوفونيش كين لي كيجيت هالحداكو كيبدي يغوت كيجول كمال كيكين بزاف كين واحد واحد نهار قلي يا قال لي علش اخي الرجاء انا منك ما نخرش باش ما نخلعش الناس كان بثاف تعرض انتقاداش ولكن الحمد لله هذه انتقادات ما كيهمونيش لان الله اللي خلقنا وخاصنا نرضاو بشكل جيناك في مكان تعامل جي الأهل والأساتي ده كان دور كبير بالنسبة لي الأساتي ده الحمد لله كانوا كي تعاملوا معايا مزيان الأهل جي دي ما كيعطوني الطاقة الإيجابية ما كيحسونيش باللي أنا مريضة بالنسبة للمدرسة خرجت من الخامس بشي دائيني أنه بدأ كي دلت علي الحال بديت كندير عمليات دبع حاليا واصلة لخمسة وستين عملية كنت درت عملية على لساني قطعوا لي منه درت على عيني درت بسفت العمليات اليوم جيت وغادي نديلكم الروتين دي اليومي بالصيف دمنى يعجبكم اختاريت أنني ندخل العالم التواصل الشي معي باش نعرف على المرض ديلي أنا المرض ديلي ما معروفش والحمد لله كي وصلني ميساج جزوينة عن الناس الكلمة اللي غادي نقول الأباء اللي عندهم الأطفال مصابين بهذا المرض ما تنسوش أنكم تعطيهم الدعم المعناوي لأن الدعم المعناوي مهم بالسهب بالنسبة لولادكم كانت تعرضوا للتنمور كانت تعرضوا للحويش خيبة بالصنقة كانت تعرضوا للمراض بعد الاكتئاب نحن لم يكن لدينا مستقبال لم يكن لدينا خدمة أو قراءة كما نقول للناس كاملين سوى مريض سوى صحيح لا تنسوش لا تنسوش شيء خيبة تؤثر عليكم يجبكم ديما ضحكين وناشطين ويجبكم ديما أقوياء أو تلاوري أفرسكو